أيها الإخوة المشاهدون السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباح في هذا العالم الفسيح المترمي الأطراف اليوم حديثنا عن الدواء الشافي للمشاكل الجلدية الأكزيمة والصدفية والتشققات والبياض الجلدي وسبب هذا الموضوع وهذه الوصفة هي أن أحد أبنائي مصاب بمشكلة جلدية يقول عنها الأطباء أنها نوع من أنواع الأكزيمة وكل طبيب يصرف لنا نوعا من الأدوية وجرب العشرات منها دون فائدة وبعد تفكير قلت سوف أعمل له مركبا خليط من العناصر التالية أولها زيت جوز الهند المعصور على البارد والحقيقة الحصول عليه يحتاج لمهارة ووقت طويل قد تستمر في إعداده إلى أربع ساعات تقريبا لكن إذا كنت تعرف عطارا موثوقا يجلبه لك من ثقات ومعصور على الطبيعة فهذا أفضل وأنا جلبته من شخص أتعامل معه في محلات العطار يعصرونه بأنفسهم أو أنه يجلبه من أناس يعصرونه بأنفسهم وأخذت منه خمسة كيلو بخمسمائة ريال تقريبا هذا هو المكون الأول ونأخذ منه مكدار هذا الفنجان الذي أمامكم هذا الفنجان وأنا أخذت ملأه قبل في هذه الخلطة التي ترونها أمامكم لكن هذا الذي أمامكم هو الآن كان في الثلاجة وهو متجمد الآن أخرجته من الثلاجة لكن في هذه الكعورة كان عندي جزء وضعته خارج الثلاجة فأصبح مذابا أو دهنيا مثل الزيت تقريبا وأخذت منه مقدار هذا الفنجان ووضعته مع هذا الخليط الذي يتكون كما قلت لكم من جوز الهند أو زيت جوز الهند المعصور على البارد ثانيا زبدة الكاكاو زبدة الكاكاو وأنا أخذتها من الصيدلية ثالثا جلي أو فازلين جونسون غير معطر من الصيدلية أيضا رابعا جلسرين كريم الأصلي ومن الصيدلية أيضا خامسا بيتا ديرب وهو كريم موجود في الصيدلية وأخذته من الصيدلية وعلى ما أعتقد أنه صناعة مصرية وأما طريقة التحضير فهي كالتالي نأخذ من زيت جوز الهند مقدار فنجان القاوة كما ذكرته لكم ثم مقدار ملعقة الطعام هذه ملعقة الطعام من كل صنف من بقية الأصناف الأخرى ثم نخلط الكمية في إناء مثل هذا وأنا خلطته قرابة نصف ساعة تقريبا حركته كثيرا لمدة نصف ساعة حتى ظهر بهذه الصورة ثم أعيد تعبئتها في علبة مثل هذه أو مثل هذه تكون فارغة والتي استهلكت سابقا والله مفعولها طيب جدا واستفاد منها ابني فائدة كبيرة واليوم كان يسألني ويقول يا أبوي سوي لنا الخلطة قلت أبشر وها أنا أعددتها وصورتها لكم الآن للاستفادة منها أيضا والدال على الخير كفاعل أسأل الله جل في علاه أن ينفع بها وانشروها بين الناس فهناك الكثير يعاني من المشاكل الجلدية أنا والله بنفسي أستخدم هذه الخلطة للجفاف وأجد مفعولها مفعول ممتاز وقوي جدا أخيرا إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه دمتم في حفظ الله ورعايته وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون